لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك اخواني ان الوضع الجزائري في حال الضعف الان جات وباء كورونا وذكرنا مرارا وتكرارا ان الرئيس تبقون ارتكب خطأا وخطيئة ولكنها في نفس الوقت حماقة لا يمكن ان تأتي من عاقل بمعنى الكريم ان تلجأ الى دستور كتاب الدستور في ظروف صعبة واقع مزري ووضع صحي سيء والجزائري اصل المقاطع وليس له لا ثقة وتجي وتفرض دستور باقلية وتريد ان تقول انني سأدخل جمهورية جديدة على اي اساس اندخلت هذه الجمهورية الجديدة هذه الجمهورية لاقلية الاقليات تحكم الاغلبية الوضع كورونا في الجزائر سيء الارقام التي تقدم ليست صحيحة انا يوميا يا جماعة الناس اللي نعرفهم فقط يوميا اتلقى معلومات عن اشخاص يتوفون اكثر من في جهة واحدة في عدة مناطق فقط من شرق الجزائر اكثر من العدد الذي تعلنه الدولة الجزائرية على مستوى قطر الجزائر الوباء انتشر مؤسف جدا مؤسف جدا ان هذا الوضع المستشفيات كارثية الدولة التي ليست لديها حتى مستشفى واحد تعالج فيه وزراء اه اجي ويقول لك باننا بخير انا قلت ونجد نكرر ونأكد ان ندام منظومة صحية انتعنا احسن منظومة في المغرب العربي وفي افريقي حب من حب وكره من كرة نحن امام جائحة عالمية الجزائر مقبلة على كارثة بمعنى الكلمة ان لم يلطف بها رب العالمين والله اذا كان رب العالمين ننظر بنظرة الرحمة لهذا الشعب الذي عانى الامرين على مدار سنوات حتى استبشرنا خيرا بعد 22 فيفري سقطت العهدى الخامسة بدأنا نرى رؤوس الفساد يزج بهم في السجون استبشرنا خيرا قلنا ربما يكون هناك من ينظر بشفقة على نفسه وعلى هذه البلاد العظيمة التي حولوها الى هذا الوضع البائس ولكن للأسف لم يمكت ذلك طويلا يعني ما 22 فيفري من فيفري 2019 الى فيفري 2020 انقلب الحابل على النابل وتغيرت المعادلة كلها ووجدنا انفسنا في زمن بتفليقي بانتياز ما كان ينقصه فقط ان يكون رئيس مريض ورئاسة الجمهورية تكذب عليه على على الجزائريين وهذا تحقق في اكتوبر 2020 نعم هذا تحقق في اكتوبر 2020 وصرنا رضا لانسار الجزائريون يتساءلون اين الرئيس اخبار تأتي من هنا من هناك بيانات تكتب بطريقة فيها فيها فهم ليس فيها غباء واحتقار وغثاء بمعنى الكلمة اظهر الرئيس اظهر الرئيس الدولة اللي اصيب رئيسها بقورونا وزراء بقورونا الوفيات لا تحصى ولا تعد المستشفيات في وضع كارثي بمعنى الكلمة الوضع الاجتماعي يعلم به الرب سبحانه الفقر الناس مالقات الشقوط يومهم القدرة الشرائية تدهورت الى ابعد الحدود ما كانش هناك خطة في الوقت الذي يحتاج الجزائريون الى سياسة رشيدة لمواجهة هذا التحدي هذا التحدي العالمي كما تفعل كل الدول ماذا نسمع رئيس الخارج دستور مرروه الجيش الان ره يعزف على اوطار حرب في الصحراء الغربية وطبعا حتى يكونوا صرحاء بالرغم من عدالة القضية الصحراوية الا ان البوليزاريو لا يمكنها ان تقرع طبول الحرب او تعود للحرب بقرار من نفسها اذا لم يكن باعاز جزائري او على الاقل انهم استشاروا الجزائريين ووافقوا هذا في اقل الاحوال اما ان يبادروا الى انهاء وقف اطلاق النار بمحض ارادتهم هذا لا يمكن ان يحلل هذا لا يمكن احلل لاعتبارات عديدة ليس استصغارا من شأنهم كما قد يفهمه البعض بل انه دولة حليفة لهم يتواجدون على اراضيها او امر يقتضي انه التنسيق معها او مشاورتها في اقل الاحوال لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله